أسعد الله وأوقاتكم إخواني أخوتي وأهلا وسهلا بكم نلتقي هذه الليلة للحديث عن الجزء الثالث من المساعدات الاجتماعية فاليوم سنتطرق إلى المساعدة التي يقدمها مؤسسة الضمان الاجتماعي الإيطالي بالنسبة لفئة معينة من المواطنين لناسبي هي تعويضات شهرية يتلقى العمال الذين فقدوا العمل بطريقة غير طوعية وغير إرادية فيوجدون في حالة بطالة مؤقتة وتدعى لناسبي لناسبي دخلت في حيز الاستعمال مع تعديل القانون الشغل الذي صادقت عليه الحكومة الإيطالية ابتداء من 1 ماي 2007 فما هي لناسبي؟ ما هي شرطها؟ وكم هي المدة التي يمكن أن يستفيد منها العامل الذي فقد عمله بطريقة غير إرادية يستفيد من الناسبي أو التعويضات عن البطالة الغير إرادية وهم العمال الذين يشتغلون لحساب شركات أو أشخاص يعني ما تكونش عندو شركة ديالو كوميرتشانتي كما تقولو إحنا في إيطاليا ما تكونش عندو شركة ديالو فيك يخدم هو يكون هو رب العمل ففقط اللي عندو كونتا ديال الخدمة سواء كانت مع شركة أو مع شخص يستفيد من الناسبي يعني لديزوكوباسيوني يعني الشوماج بالمغربية الداريجة يستبدو كذلك لأبرنديستي لأبرنديستي هما دوك شباب اللي كيدخلو بوحد ثمان وكيدخلص عليهم الشركات أو أرباب العمل يعني واجبات قليلة بالنسبة للدولة واللي هما تكون هدك أول عمل ديالهم يعني تيتعلم أبرنديستي يعني يتلقى تعليما يتلقنوا مهنة كيتعلم وكيشتغل يعني وكيتخلص تهد الناس تهد الفئة عندهم الحق فلا ناسبي يعني الشوماج كذلك السودش ديكوبراتيبا يعني كاين هذيك اللي كوبراتيب واللي عندو واحد القانون خاص بهم اللي هون لأنهم هما تكونوا شركاء ولكن بعض الأحيان ديك اللي كوبراتيب وخاك يكون عندهم الشركاء تيلتاجوا لبعض العمال اللي عندو واحد الميهان معينة عندو واحد تخصوصات معينة كيلتاجوا لهم وكيعملوا لهم اللي كونتر ديال الخدمة نورمال كيبحال اي عامل كيف ما برا يكون يعني وخاك يخدم بلا كوبراتيب ما كيكونش هو السودش يعني ما كيكونش شرك في الكوبراتيبا وإنما تيكون عامل بالكنتر ديال الخدمة كذلك كيستفدو من الناس ب العمال أو الموضفين اللي كيخدمو مع الدولة البوبليكا أمينستراتيوني اللي كيكونو خدامين مع الدولة ولكن بشرط ما يكونش عندهم الكوبراتيبا اللي مفتوحة المادة وكيستفدو من الوقت هدوك الموضفين اللي كيليزون بالوية اللي كيكون عندهم كونتر دات محدودة المادة وكانين فيهم بزاف كاللي عنده كونتر ديال تسنين كاللي عنده عامين كاللي عنده غير عام هدوك الناس فش كيفقدوا العمال وكيكون بطريقة غير تطوعية يعني عنده كونتر ودسالات هدوك الناس عندهم الحق الشوماش في الناس بي اذا هدو هم الفئات اللي عندهم الحق في الناس بي كاين حتى واحد الفئة وعندها قانون ديالها خاص لانه لناس بي بالنسبة للعمال والموضافين كدت تحسب بالايام كاين واحد الفئة اللي صندوق الدمال الجماعي ما عرفش يحسبها بالايام وبدك يحسبها بسوايا وهي الحالة اللي هي خاصة بليبادانتي يعني النساء اللي كيشتغلوا في المنازل ديال ديال الاصر وديال العائلات فهو ما عندهم قواعد وقوانين ديالهم خاصة تستفدوتهما من الشوماش ولكن عندهم حساب بوحده خاص بهم اذا هاد العمال اللي فيهم هاد الشروط هاد هاد هي الشروط يعني الحالة ديالهم كين وحدين شروط وحدين اخرين كيطلبها صندوق اللي كيطلبها صندوق الدمان الاجتماعي الإيطالي خاص هاد العمال تكون متوفرة فيهم باش يستفدوا من الشوماش او لناس بي اول حاجة انه يكون عاطل فقد العمال دياله هاد كيف يفقدوه ثاني حاجة يكون على الاقل على الاقل خدم في ربع سنين الاخيرة على الاقل يكون خدم 13 السيمانة يعني 13 السيمانة هي 3 شهور و سيمانة لدرنا بعض يرى السيمانات فيهم شهر 13 يعني 12 فيها 3 شهور و سيمانة على الاقل في ربع سنين الاخيرة يكون شتغل العامي و نغاقل يعني تطريقة قانونية يكون شتغل 13 السيمانة ليه 3 شهور و سيمانة و يكون شتغل على الاقل في العام الاخير على الاقل يكون شتغل 30 يوم هادك 13 السيمانة نتعار ربع سنين لا يوجد المفروض أنه يكون اشتغل 13 سمانة متابعة يعني عمل 3 شهور و سمانة متابعة بل يمكنه يكون اشتغل 5 سمانات ووقف ولقى خدمة ثانية واخدمة ثانية بعد سمانات ولقى خدمة ثانية واخدمة عام أو شيء ووقف نفس الأمر بالنسبة للسنة الأخيرة يكن خدمة الآقل يمكنه خدم شهر 30 يوم لا يقول القانون أن يكون شهر لكن يقول خدم شهر يمكنه يكون خدم على الأقل شهر كامل ولكن القانون يقول يكون خدمة ثلاثين يوم في الثنائج والتناش للشهر الأخير لذلك يقول القانون يكون خدمت 30 يوم يمكنه لملاثقة يمكنه تكون ملاثقة يمكن أن تكون لديه داتوري دي لابور واحد أو يمكن أن تكون لديه الأرباب للعمل إذا توفرت هذه الشرطة أنت واحد أو واحدة كان خدام بكون ترادة ماشي رب عامل ماشي مش شاركة وإنما كان خدام عند شي واحد أو شي شاركة وطريقة قصرية يعني ماشي بالإرادة دياله وخدام في واحد الشركة وذلك الشركة التي تلقون الناس تتوقعها في هذه الأزمة تلقون الناس 40-50 كلهم الذين يفقدون العمل هؤلاء الناس من حقهم أنهم يأخذوا الشوماج مثلا واحد كانت عنده حملات حملات وعندها حالة خاصة أو أنها قررت تقابل ولدها أو بنتها هذه هي طريقة أنها هي اللي قررت أنها باش ما تختمش ولكن عندها واحد الضغف اللي هو قاهر واللي القانون ديال الشغل عملوته هو في الضغف اللي يعني الغير إرادية أتونسيو كينا نتابه لدي المسألة كينين بعض الناس اللي كيكون مثلا خدام ولكن هذا كرب العمل يدير له جميع الطرق والوسائل كي يصبغ وبعد الأحيان يطلع له الدم وشنه يقول التافقون يقول له سنعطيك واحد وقد المهم غير أنك تقدم استيقالتك هذا السيد كيف يفقد الحق دياله الشوماج لأنه دار كي يبحر استيقالة أو خروج طوعية دار استيقالة طوعية ولو أنهم متافقين شنو خاصدك سيدي دير يمكن له يمكن له يخرج هو يعني هو يقدم استيقالته ولكن خاصه ماش يتفق هو أمو العامل أرب العامل بيناتهم ولو يكتبوا ورقة نغي أنوية تفاهمنا شنو غادي نديره عطيني القد والقد أنت يا مدلش وانا ما نفعل لك ش أنت ما تزاده صافي بسلام عليك لا إلا بغيتي تخرج وليس كنت أدتك سيد مثلا كان أجده 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 والناس ولم يمكن أن يطردك وقال لك نعطيك القد والقد ويصبح لك سأقوم بحالياتك سأعطيك القد والقد إذا بغيت تخرج لديك الحل يجب أن تذهب إلى المنزل 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 وقدامهم يصبح المنزل لأنك سأخرج إلى المنزل 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 يمكن أن يكون لديك الحق حينها مستخدم السيد يمكنك تستمر لم تكن لديك معجبا أو لديك الخدمة لا يمكنك أن تخطئ تضرعي لم يكن آخر المنزل سوف نقوم بإمكانك على ورقة ولكن أجي معي لفيتشو دي لابورو قدام واحد الضابط للعمل والذي سوف نقوم بإمكانك الشروط متفقين عليها وبهذه الورقة والذي فيها الطابع تنبغ لفيتشو دي لابورو هو المترجم من اللبس ، صندوق الدماء الاجتماعي أو البطروناتي ، يمكن أن نقوم بإمكانك التالب عن طريق السيندكات وليس لديهم ذي الورقة لأنه عندما كانت في هذا الطابع تنبغ لفيتشو دي لابورو لا يمكنك استفاد من الشومش إذن هما هادو الناس اللي مكلهم يستفدوا من الناس بي وهي هادو شروط اللي خاص تكون عندهم هادوك الناس اللي كيكونوا موظفين في الدولة أمبو الوايي ولا فونسيونيار في الدولة يعني في البوبليكا منيستراتسيون هادوك الناس اللي كيكونوا خدامين بوحد العقد غير محدود المادة يعني a tempo indeterminato ما عندهمش لحق الشومش هادوك الناس اللي اسميهم أوبيراي أغريكولو رمال في الفلاحة ما عندهمش الشومش لأنه عندهم مساعدات وحدين أخرين اللي ما فيها الشومش ده بغادي نشوفو كيفاش تتحسب هادو المبلغ اللي كييجي شهري وشحال هي المدة دياله قبل ما ندخلو لها ديك الحسابات اللي هي حسابات دقيقة جداً اللي كيعرف لها دي الحسابات هو الناس اللي خدامين في صندوق دمان اجتماعي وانناس اللي البطرنات يعرفون فيه اول حاجة خاصنا نعرف بانة مشي أنه اوتوماتيك سليتي الخدمة يعني درت يد فوق ما قاللك عقلك تمشي تعمل الطلاب ولا ما تدرش وغاد يجيك الشومش النهار اللي كيد سألة العلاقة ديالك بالعامل أو رب العامل أسبوع فقط من بعد لا تستغناء عن العمل لا تستغناء عن العمل لديك أسبوع من يوم ثمانية يمكنك تقدم الطلاب الذي يقدم الطلاب نهار الثامن نهار الثامن نهار الثاسعة يبدو يحسبونه لكن لا يمكنك تعدى ثمانية وستين يوم ثمانية وستين يوم هي ثمانية من بعد انتهاء علاقة العمل وستين يوم هي شهرين من بعد إذا انت دست عليك ثمانية وستين يوم ولم قدمتش الطلاب ديال الشوماج لناسبي لا تبقاش عندك الحق كتخلى على الحق ديالك في الشوماج يعني كبحالي كتقول الطولة أنا غني ما حاجتيش بدك شي هدي من ناحية وقتاش خاصة كتديق الدومون يعني من نهار الثامن من بعد انتهاء العلاقة العامل حتى نهار الثمانية وستين شهرين وثمان أيام إلا ما عملتش في خلال هادوك لا تبقاش عندك الحق كيمكنك تعمل طلاب إما عن طرق الإنترنت كتدخل النبس كيكون عندك واحد الكوديج يعني كلمة السر كتمشي عندهم كتأخذ الكلمة السر كتشوف كما هذه الكلمة السر كتستفد منها حتى تتدخل كتشوف الحالة ديالك على غطخات كتشوف الحال الوضعية ديالك بصفاة عامة ولكن بنفس الكود كيمكنك تدخل ودير الطلاب كي ينصف حقا وكتدير الطلاب ديالنا ناسبي انت تدير الاسم ديالك يعني اللي دوني الكوردوني ديالك وما عندهم كل شي عندهم الطريق ديالك من نار اللي بديتتخدم يعني عارفين شحال تتربح وشحال هذا كل شي عندهم انت كتعمل الدومون تفوقاش معيش خدمتي لبولتان دوبا تدخل المسائل ديالك كامل سينو الناس اللي ماشي محترفة واللي ما عنداش قدرات يعني تكنولوجيا كيمكن لهم يمشيوا ديركت تدفع عندهم يعني الليبس صندوق الدمان اجتماعي او كيمشيوا عند الباتروناتة والباتروناتة عندها تليماتيكما عندها كسمة البروغرام ديالها اللي كتدخل في المسائل والتعامل وهي اللي كتدفع لك الطالع اذا قلنا بأن العامل فش كيف يفقد العامل من نهار التمانية يمكنه يقدمها من نهار التمانية من نهار التسعية نهار التسعية في حالة ما إذا قدمتها من نهار التسعية مشروع محمد التي كانت عادة من نهار التسعية لنصبي لا تتعدى 2018 لأن كل عام يدخل عليها تعديلات 2018 لا تتعدى 1195 أورو يعني الناس الذين يقومون ب1000 أو 3000 أورو لا تتعدى 1195 أورو ومن بعد سوف نرى كيف تحسب هذه 1195 أورو ولم يمكن لأي واحد يستفد من الشوماج أكثر من 24 شهر يعني تطلبو لك 4 سنين تالية تعطوك 24 سنتين هذا الشيء كان لديك أنك خدمت 4 سنين كلها يمكنك تستفد من سنتين إذن قلنا ما يمكنك تفوت 1195 وخد كنت تربح اللي كتربح ما يمكنك لنصبي تفوت 1195 يمكنك تكون تحت أقل ولكن ما يمكنك تكون أكثر من 1195 وما يمكن أن تشي واحد يستفد أكثر من 24 شهر يعني ما يمكنك تستفد أكثر من سنتين ولكن يمكنك تستفد أقل على حسب لك كنت تربح المداخل ما يمكنك تستفد أكثر من 21 يوم يعني كنت تحت أقل على حسب لك 3 شهر كنعمل خمس شهور ونهار تنقصولي ثلاثة في المئة وهو ما غادين هكذا حتى تتسالة تتتسالة إذا نجي نشوفه دابا ناخد واحد المثال باش نمكننا نحسبه شحال مثلا فهذا لا نصبي نديره فقدر المثال هاد الخدام هاد العامل خدم شاركة وخدم أربع سنين كاملة تكون فيها المالاتي تكون فيها مثلا شي حاجة ولدت له المرأة وقلست شي حاجة لا نحسبه مش لأن دولار تخلصوا على هاد المسائل اذا نحسبو هاد المسائل كاملة إليه كنخدمها 4 سنين كلها وما غيبش فيها بغض النظر على الفاكونس وكما قلنا لها كانت مرأة مثلا ولدت هاد الشي كله را محسوب هي 156 سيمانة 4 سنين هي 156 سيمانة 156 سيمانة تنقسمها على جوج لأنه لم يمكننا ناخده لنا سبكتر من عامين 24 إذا 156 سيمانة خدمنا قسمناها على جوج جتنا 78 سيمانة اذا 78 سيمانة لدينا الحق لأننا خدمناها 4 سنين كاملة لدينا الحق في 24 شهر سنرى سنرى مثلا واحد تيغبح 1300 أورو 1300 أورو سنرى 1195 اللي قلنا هي الماكسيمة هذا معدي الماكسيمة إذا سنرى 1195 أورو ونقص منها ناقص 1175 كنعطيه منها 75 كنحسبوش حال هي 75 كنحسبوش حال هي 75 في المياه جاته كنحسبوش 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 ناقص 1175 ونقص كنحسبوش أورو هاتك 200 كنحسبوش إذا ما تريد أن تربح؟ ما تريد أن تربح؟ تبدأ أولاً بـ 1195 الماكسيمة تحيي تـ 1195 لديك الحق في 75% الدولة الشوماج تريد 75% إذا كنت تربح 1000 أورو تريد دولة 75% و هذه المبلغة لا تصل إلى 25% على حسب السيمانات أنا أضع إلى الناس مثلاً الذين يعملون 4 سنين كامل وما الذين يعملون يعملون شهر في العام أو يعملون 6 أورو أو يعملون حساب نحن أضعه الماكسيمة واحد يعملون 4 سنين كله أول شيء يعملون في عامين نتعص الشوماج يعملون 24 سنين كامل تأخذ 1000 أورو من ذلك 1000 أورو التي تأخذ كل عام الدولة تتعطيه 75% ما الذي تأتي؟ تأتي 750 أورو في شهر 750 أورو في شهر في شهر في شهر 91 يوم يعني ثلاث شهور ونهار تحييض له منها 3% في شهر ونهار تحييض له 3% خمس شهر حتى يكمل 24 المشكلة لديك مثلا الذين كانوا يعملون 1600 و1800 تعمل لهم 1195 وتعطيهم 75% في شهر هذا الباقي الذي يبقى فوق 1195 تتحييض له من نوع 25% لماذا؟ لذلك لتعطي العامل على العمل تعدى الماكسيمو الذي يحدده قانون الشهر الذي يقوى 1195 أورو في شهر طبيعة الحال هي حالات خاصة لا يمكن كل واحد وحالة وكما يقع لأن الإنسان يعرف وضعية وشهر 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 عاما يعرف من المستق� لذلك وعلى حسب وضعية ما هو تعمل مدة الزمانية والحهم لأن المعجزة يبيع مثلا Tek مولة وفقدت عمله ونأخذ التساقبات ومرت ومرت 15 اليوم هذه الخمسة اليوم يجب أن أدخل لبس ونوقف التساقبات ونوقف التساقبات لأن الخلصة كنت تغني مازال خدام وكان أرباح الخمسة اليوم ونتخلص كنت تغني مازال خدام واحد سيدة كانت مثلا تتأخذ التساقبات للشوماج لناسبي وحملات عندها الحق لكن الحمل عندها الحق ثلاث شهر ثلاث شهر وتوقف التساقبات من أجل أن تغنيت الحمل حتى النهار التي تسالها الحق وتطلقها التساقبات لكي تستفد من هذه الشهور مثلا أنا مريض لدي الحق في شهر لدي زوكوباسيون لديها 15 اليوم لا لدي الحق مثلا شهرين لديها زوكوباسيون لديها واحد سيمانة مجرد لديها لديها حتى نعلم لديها طبي لديها لديها الحق الذي تعطيه لك لنصبي يفرض عليك أن تتعطيه مع مكتب العمل بوحد لديكياراتي يعني أنك تصرح بأنك مستعد للعمل مستعد للعمل ما معناه لتفوق لا أستطيع، لن أرى أن أدخل طريق مهنا جميع سنوات تعمل ودخلت المسألة めて اسمتها يسمى السماء السماء يسبق لهم أن يجعلك حياتي نحن لدينا في مراياة لانتفق يسبق الجماعي السماء لتعلم عندما تطيق الطلاب تتعمر طلاب تتعطي هذا الصندوق الاجتماعي وعادهم يدوزوها مكتب العمل تقولون أنا مستعد بكي نخدم يعني في حالة عاطلة كما يقولون بدون إرادة أنا مستعد للعمل مستعد لأنني نضغط دروس ميهنية أنا مستعد إذا لم تنتهي لديد في شهرين ستوقف عليك لديزوكوباسيون ستوقف عليك الفلوس نتاع الشوماشي إذن إذا انتبهت لسفا وسواء فلا كارتارا ولا سواء فلا ناسبي ما هو الدولة؟ الدولة هي ربطات المساعدة الاجتماعية بواحد اجتهاد في البحث عن العمل في واحد المجهود للعائلات المعويزة باش تحسن من وضعية ديالها وتكسب بطريقة مستقلة ومتقش منوكية على الدولة نصل أمحت بالنسبة للعمال اللي فقدوا العمل ديالهم أعطيتهم او خلقات هاد لديد باش يعني تضغط عليهم انهم ميوكيوش بزاف على الدولة وميتعودوش على ديك الحالة انت على البطالة وأن يعملوا كل ما في وسعهم باش يوجدوا عامل جديد إذا كانت هذه لناسبي واللي هي كيفما قلنا يوحد القيمة مالية راتب شهري على حسب كل واحد بالنسبة للعمال اللي كانوا يخدموا وفقدوا العمل ديالهم بطريقة غير طوعية وبطريقة بدون إرادة مبتداء من الحلقة الجاية إن شاء الله سوف ينقشوا مواضيع جديدة أخرى دائما تتعلقوا بالهجرة والعيش في إيطاليا كان طلب منكم إلى استفدتم أعجبكم هاد الفيديو شاركوه قسموه مع الأصدقاء ديالكم تسجلوه في القناة وعملوا دك الصنات باش يوصلكم دائما الجديد كالعادة غادي نقشوا الحالات وغادي نقشوا النقاط اللي ما يمكننا سينها وما تطرقنا لهاش أو اللي ماشي واضحة فلقائنا الأسبوعي يوم الثلاثة على الساعة التاسعة بصفحتي بالفيسبوك فاللي بغا يلتحق بالصفحة مرحبا به مرحبا بتعليقكم بملاحظتكم اللي عندو شي حاجة مرحبا بحر نزيد القدم كنحييكم وكنتمنى لكم وقت سعيد إن شاء الله وإلى اللقاء يوم الثلاثة على صفحتي بالفيسبوك وغادي تلقاوها مسجلة ومكتوب العنوان ديالها وإن شاء الله كالعادة الأسبوع المقبل نس ساعة سنطلق مع فيديو جديد إن شاء الله تحياتي من صباح نايمي وإلى اللقاء مع السلامة تحياتي من صفحتي تحياتي من صفحتي شكرا